مساء الخير و اهلا بكم معنا و حلقة جديدة من برنامج شباب على الهواء بنرحب بكم معنا النهاردة و النهاردة و زي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب دايما من خلال برنامجنا بنستضيف نمازج مشرقة و مشرفة من الشباب المصري و دايما شبابنا عنده افكار مختلفة و افكار متميزة و افكار جديدة و افكار مواقبة لعصر و دايما عندهم طاقة ان هم ينزلوا ينفزوا افكارهم دي على ارض الواقع احنا من خلال برنامجنا استضفنا كتير جدا من الشباب مخترعين و مبتكرين و شباب عنده مواهب مختلفة و شبابنا الحقيقة زي الورد و زي الفل و احنا بنحب دايما ندي فرصة لشبابنا من خلال برنامجنا ان هم يقدموا مواهبهم المختلفة النهاردة من خلال برنامجنا احنا معنا مجموعة من الطلبة من كلية التربية الرياضية هم عاملين مبادرة جميلة جدا الحقيقة مبادرة من خلال الكلية عن محو أمية الرياضة يعني إحنا للأسف الشديد شعب مش رياضي ما بيحبش الرياضة بيمارس الرياضة بشكل منتظم وفيه شعوب طبعا كتير تانية زي الصين مثلا وزي أوروبا وزي يعني حتة كتير جدا حوالين العالم بتمارس الرياضة شيء أساسي في حياتهم لازم يمارسوا الرياضة إحنا عايزين نبتدي حتى الرياضة طبعا مفيدة جدا ما فيهاش كلام وده مش كلام وبس طبعا ده أثبتتو الدراسات العلمية الرياضة مفيدة جدا لأمراض كتيرة جدا فإحنا ممكن حتى نبتدي إن شاء الله لو عشر دقايق لو نمشي حتى نمشي مجرد في الشارع ده نوع من الرياضة نحاول إن إحنا نخلي الرياضة اسلوب حياة لأنه ده طبعا حيفيدنا إحنا في النهاية وحيفيد صحياتنا عن محو أمية الرياضة حيكون معنا الشباب الشباب طلبهم في كلية التربية الرياضية وحنشوف المبادرة بتاعتهم عبارة عن إيه قبل ما نبتدي حلقتنا كمان معنا مجموعة من الأخبار أو الخبر بيقول وزارة الشباب والرياضة تعلن الشروط العامة لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة أعلنت وزارة الشباب والرياضة الشروط العامة لدوري مراكز الشباب النسخة العشرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يتنافس بالبطولة 27 فريق تمثل كل المحافظات ويمثل كل فريق منتخب مراكز شباب محافظته ويتم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 24 فريق الخبر الثاني وزير الشباب والرياضة يكرم القائمين على تنظيم احتفالية قادرون باختلاف ومراثن زايد الخيري قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم القائمين على احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الرياضي للإعقاط الزهنية خلال شهر ديسمبر الماضي بمركز المنارة للمؤتمرات تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كما كرم الوزير اللجنة المنظمة للماراثن زايد الخيري الذي نفذته الوزارة في نسخته السبعة بمحافظة الإسكندرية بمشاركة نحو 25 ألف شاب وفتاة وبالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا للماراثن من الجانب الإماراتي هي دي كانت أخبارنا وزي ما قلت إحنا بعد في خلال حلقتنا هنستضيف الشباب طلبة في كلية التربية الرياضية هم عاملين مبادرة عن محو الأمية الرياضية هيكونوا معنا لكن الأول هنطلع ونستمع لأذان الظهر ونرجع تاني نواصل حلقتنا معكم ورجعنا مرة تانية وزي ما قلت إحنا دايما بنستضيف نمازج مشرقة مشرفة من الشباب المصري ومصر مليان الحقيقة بشباب زي الورد وزي الفل وعندهم أفكار جديدة وأفكار مختلفة وأفكار مواقبة العصر وبينزلوا على أرض الواقع ينفذوها أنا معي النهاردة كابتن روان عاد الفتحي ومعي كابتن روان مصطفى إبراهيم وهم طلبة في كلية التربية الرياضية وهم الحقيقة عاملين يعني نقدر نقول مبادرة من خلال الكلية لمحو الأمية الرياضية يعني بمعنى إن إحنا كلنا للأسف الشديد إحنا كشعب ما عندناش ثقافة الرياضة مش كلنا بنصحى الصبح حاطين في بالنا إن إحنا لازم على أقل نمارس يعني ربع ساعة حتى الرياضة طبعا ده صحي جدا وبيفيد صحياتنا جدا لكن إحنا ما عندناش الثقافة دي نفسينا بقى يبقى عندنا الثقافة دي فهم الشباب دول عاملين المبادرة دي مبادرة جميلة جدا أنا برحب بيكم معانا أهلا بخدد روان مصطفى إبراهيم هي مؤسسة مبادرة محو أمية الرياضة روان عادل فتحي هي عضو في المبادرة روان أولا قوليلي الفكرة دي جات لك إزاي؟ أنا كان نفسي إن أنا لما أتخرج أكون مؤسرة بالنسبة للطبع الأقل المتوسطة أو إن أنا أعمل تغيير جزري في مجال الرياضة ما تخرجش يبقى إزاي زي أي حد تخرج من التربية الرياضية بعد كده جات لي الفكرة بما إني عضو برلمان الشباب إن أنا ليه ما أنفسي دوتاً على أرض الواقع أدام في الإمكانية لأنا أقدر أن نفسه وأنا طالبة فبدأت أجمع طلاب وطلبات وخريجي كلية التربية الرياضية بنات وبنين عدد الفريق 65 فرد فريق مكوم من مجموعة كباتن ومجموعة تنظيم ومجموعة مصورين إحنا أبارة عن مبادرة تطوعية وجهود شبابية ومساهمات مادية من الطلاب بنعمل إيه بالنسبة للكباتن هدفنا دلوقتي شجلين على أول شك من المبادرة وهو المناطق الفقيرة المدرية بتوفل لنا مراكز شباب بنروح المركز بيبقى أول جزء في المركز أول حاجة بنعملها في المركز عرض رياضي لأطفال لبس المرح والساعدة ما بيننا وما بينهم وبعد كده بنبدأ نعمل إحماء استريتشات بعد كده بنبدأ نشتجل من ربع الساعة لتالت ساعة تمرين تنمي عناصر يقر البدنية عندهم يعتبر إعداد عام الفريق بتاعي فيك باتن جميع التخصصات سباحة كرة قدم سلة طلاب وكرجين بنات وولاد تربية ردها بنات تربية ردها بني كل كابتن بيبقى مسؤول عن كاترة من الأطفال عددها لا يتجوز العشرين طفل بنبدأ إن إحنا نشتجل التمرين ديت وبعد كده بيبدأ يشرح لهم معلومات مبسطة جدا عن رياضة بتاعته يعني مثلا أنا لو مدربة سباحة ببدأ أديهم معلومات مبسطة أنا لو لعبت سباحة إيه اللي يعود على جسمي طب أنا أصلاً إن الطفل دوت يعرف إيه عن السباحة وببقى نفهمه الطفل إن الكابتن ببقى نفهم الطفل إن فيه في الآخر هدية يعني لو هو جاوب على الأسئلة بعد الشرح بيبقى فيه هدية فالأطفال كلها بتتجاوب بالأطفال بتبقى طالعوا مستفيدة باليوم بدنياً ونظرياً بالمعلومات اللي أخدوها وبنوزع عليهم جوائز في آخر اليوم أنتوا بتتعملوا مع أطفال بس؟ لا إحنا دلوقتي شغالين على أول شكه من المبادرة اللي هو الفئة من كمس سنين لخمشر سنة بس المبادرة لها أكتر من محور بالنسبة للمناطق الفقيرة اللي هم الأطفال وبالنسبة لطلاب الجماعات وزيو الهمم إحنا حالياً شغالين على أول محور بس روحنا ست مراكز شباب لحد الآن كم عدد فريقوا قلتيني؟ 65 فرد 65 فرد ومقسمين نفسوكوا بقى كباتن وتنظيم ومصورين حتى التنظيم تربية رياضية بحيث أن هما يقدروا يساعدوا الكابتن اللي شغال أن الطفل يؤدي التمرين بالشكل الصحيح ليه مصورين بحيث أن نضطي العدد دوت وفريق ميديا بحيث أنه هو يساعدنا على صفحتنا على الفيسبوك محومية الرياضة أن أي حد ننزل معلومات إحنا الطفل بنكون مؤثرين فيه يعني مش بنعمل الإيفنت وبيروح ما بيعرفش عننا حاجة بيبقى فيه في بداية الإيفنت فريق التنظيم بياخد بيانات كل طفل ورقم ليه الأمر بنبدأ نعمل لهم جروب على الواتساب والكباتن بتبعت لهم فيديوهات بنكون مؤثرين فيهم بفضل على تواصل دايم معاهم إزاي تمرن في البيت الوحدي بيبدأ يتفرجوا على صورهم الفيديوهات اللي الكابتن اللي مرني في الإيفنت منزلها لهم فيما بعد تمام طب روان أنت عوضوا في المبادرة إيه دورك؟ دوري كابتن جنباز مشتركة بأخد فريق مثلا كوترة بشتغل معهم بعرفهم يعني إيه رياضة الجنباز بقول لهم معلومات عن الرياضة الجنباز عموما بتفيدهم بتهدفتفيدهم بإيه بعد كده؟ بتقول إيه؟ قول لنا رياضة الجنباز مهمة في صحتنا صحة القلب والعقل وعلى رصة اللي الكابتنية كلها يعني هام عنصر في الجنباز عنصر اللي يكا والسرعة والكاة والتحمل فالحاجات دي بتفيد جسمي ومهمة لما أكبر في السنة بشي هبقى هقدر أمشي وهقدر أكمل حياتي بشكل صحيح وسليم مم فبتقول لهم الكلام ده؟ او وبعدين؟ بعد كده بعملهم حركات في الجنباز مثلا ده حراجة أمامية ده حراجة خلفية وبخليهم هم يطبقوها وفي الآخر بخليهم يعملهم نفسها ما بينهم وأشتر حد بياخد جايزة بيبقى أول مرة الأصفال دي تمارس رياضة؟ او يعني مثلا كانت في أطفال أصفال ما عارفوش ايه يا رصة الجنباز عموما فأنا ببتدي أننا عارف فعلهم ايه هي وبتفيدنا في ايه ومهمة في ايه طيب شايفة إقبال؟ او إقبال كبير جدا بيجلنا عدد كبير حتى الولاد هما ماشيين وبعايزين يجوا الجمعة الجاية وتانية عشان خطري يمرسوا اليوم ده تاني بيبقوا حبيني الموضوع جدا دربتي كم طفل الغد دلوقتي؟ يعني احنا مثلا حوالي بنروح مثلا حوالي ست مراكز بيجلنا مثلا في كل المركز حوالي 300 طفل فمن احنا بنستامهم مثلا على حسب الفراء ومرايات تاعتهم بيج بناخد مثلا 300 طفل ده رقم؟ او يعني حوالي 300 مثلا بيج بيعدي 300 فممكن مثلا ناخد 20 25 15 وبشكل منتظم؟ او طبعا بشكل منتظم او من بدل المبادرة او منتظمة الاهالي بقى اهالي الاطفال بيحبوا الموضوع جدا وكمان في اهالي بيقولون ان احنا عايزين نعمل المبادرة تاني وابلدهم يجوا تاني وبناخدوا ارقامهم ويتواصلوا معنا عشان ملمات لهم فيديوهات ومعلومات عن الرياضة طيب يعني يعني انتي شايفة ان الاطفال فعلا المبادرة عملت نتيجة وابتدت الاطفال تحب الرياضة ونفسهم انه هم يمرسوا الرياضة تاني وتالت ما بتدلهمش بقى في البيت تقول لهم مثلا اعملوا مثلا تحفظينهم ما دي بقى عن طريق الفيديوهات اللي احنا بننزلها لما بناخد ارقامهم بننزلها لهم فيديوهات ومعلومات عن الرياضة عشان يمرسوها في البيت اه بحيث انهم يمرسوها في البيت يعني يستمروا برضو كل يوم الاطفال زي ما قلت احنا عايزينها ثقافة ثقافة شعب فيمرسوا ان شاء الله الرياضة ربع ساعة نصف ساعة في اليوم وجود وليه الامر بيفرق معانا جدا في فعاليات الايفنت بحيث ان الطفل لما بيروح بيبقى استفاد بمعلومة نظرية بيفضل دايما يقولها في البيت بيبقى عارف حركة جديدة بيفضل دايما يقلدها بيبقى متابع على الواتساب بتاع مامته او بابا الكابتن منزله فيديو وبيفضل ان هو يعيد فيه ويشغله فدي بتبقى حاجة مؤثرة جدا لوليه الامر انا ممكن ابني يكون عنده موهبة او بيحب كورت القدم احنا اكتشفناها هو عمره ملاعب رياضة انا في المدرسة او كده احنا اكتشفناها فيه فدي حاجة بتكلي وليه الامر ينظر نظرة تانية الابنه ونحاول فيما بعد اللي احنا نوفر في مراكز السباب ان الاطفال دي الموهوبين اللي عندنا في اي فعالية ان الاطفال دي تمرن في مراكز السباب باسعار مخفضة او احنا كلنا طلاب لو في امكانية في الوقت استعدادات كتيرة ان احنا الطلاب احنا هنمرنهم فيما بعد مجانا بس ده وانت دلوقتي بتعملوها مجانا استراتيزية كبيرة وبروتوكول كبير بتعاون لسه مع المدرية ان احنا ننفزه وانت دلوقتي بتعملوها مجانا ودلوقتي بنعملوها مجانا احنا نمرنه بشكل دايم يعني احنا دلوقتي بنروح مثلا هو حضر معنا ايفنت في منطقته في مركز ابا بقير احنا الايفنت الجاية مش هنكون في ابا بقير بناخد اسكندرية من شرقها الجربها فهو بيضطر ان هو يجينا مكان مش قريب ليه احنا هنمرنه بشكل دايم وندعم موهبك انا بشكركم جدا ان عارف انكم معاكم مجموعة تانية عايزين استضيفهم دلوقتي فانا بشكركم جدا على وجودكم معانا هنشوف دلوقتي تقرير عن محو الامية الرياضية ونرجع تانية رجينا مرة تانية ومعانا مجموعة اخرى من الشباب معايا الكابتن مصطفى محمد ومعايا الكابتن احمد مجدي شعبان ومعايا الكابتن اسامة نجم وهم اعضاء في مبادة محو امية الرياضة انا برحب بكم معانا وكل واحد بايكلمني عن دوره دورتك انا مدرب جودو انا بقى ليدر الفنو الكتالية ليدر الفرقة بتاعت الفنو الكتالية انا بمسك الاطفال يعني من السن طبعا زي مع كابتن روان شرحت من السن خمسة لقى خبستاشر سنة من خمسة لقى خمسة لقى سنة احنا ما بتبقاش على حسب السنين احنا بنمسك كتارات بمعانا التنظيم هم اللي بنزمونا المكان بنزمو المكان في الملعب بناخد الاطفال كل واحد بيبقى اخد جزء من الملعب بنمرنا كل واحد اللعبة بتاعته عندنا الجودو والتايكوندو هل بتعرفهم على فوائد الجودو الاول؟ اه طبعا بتقولهم ايه؟ دي لعبة يعتبر دفاع عن النفس دي يعني مفيدة جدا لاطفال دفاع عن النفس يعني ايه الفايدة بتاعتها؟ هي فوائدها يعني مهارات للجسم مهارات للجسم ويعني حركات مختلفة ما فيهاش ضرر زي مثلا الملاكمة او الكلام ده احنا بنبقى حركات رمي بيبقى فيه بصات موجود يعني لحفظه سلامة الاطفال الجودو دفاع عن النفس مش كده؟ لكن ما اه يعني احنا عايزين برضو نوعي الناس ونفاهم الناس ان الرياضات المنوع ده دي زي الكاراتي الجودو الحاجات دي دي بتشجع على الدفاع عن النفس ومش وبتخلق الراجل او يعني انسان سوي بالظبط اه مش شرس مش شرس اه تمام اه صبت كده ما فهمنا النقطة دي بقى ككبت يعني احنا يعتبر ما يعني وبنشجعهمش على العنف احنا دي مهارة يعني مهارة دفاع عن النفس بحس عابلت اي مشكلة في حياتك دي بتبقى دفاع عن النفس بحس ولا تقذي نفسك ومش هتقذي قصلا الشخص اللي قدامك يعني دي مفاش اي ضرر للشخص اللي قدامك جير ان انا بدفع عن نفسي بس كده تمام احكي لي برضو انت دورك انا عموما مسؤول الكاباتين في الموادرة وكابتن كرة كظم تمام انا مسؤول الكاباتين يعني انا مثلا ببقى قبل الايفنت بيوم بعمل مثلا حصر الكاباتين كلهم اللي جايين عشان اقدر اشوف كم مدرب جاي وايه الالعاب اللي هتتوفر معنا اقدر اجع رضع عن التنظيم وطبعا التنظيم هنا بيساعدنا بشيء كبير قوي ان هو يقدر بيوقب بيسجل الاطفال اللي جاية ان هو كل طفل حابب يلعب اني لعبة هو عايز اللي هو بيختارها بعد كده بيجي انا مثلا بعرض عليه اقول له مثلا معي حوالي 6 النهاردة 6 لعب مثلا كرة يد كرة قدم جودو كنباز جميلة لعب اللي مثلا بتاهم بتاهم متاحة معايا فتنس سلة كل الكلام اللي بيبقى موجود تمام بعد كده بيجي طبعا التفل هو اللي بيبقى بحابب هو عايز يلعب ايه لان احنا مش هنخصبوه يعني هو جاي بيبقى يوم ترفيهي فهو جاي بيبقى مصوت فاحنا بنحاول احنا بيسسوا اكتر في اللي هو اللعبة اللي هو نفسه لعبها فيه طبعا غير قادرين اللي هم مسلا بيبقى اطفال نفسهم يلعبوا بس ما يعني مش متوفر معامل اللي هم يروحوا يمرسوا الحاجات دي فبالنسمة لهم عندنا بتبقى حاجة بتبقى كويسة بس وبنيجي بعد كده بعمل تقرير اللي هو المدربين بعدك قابل نيزالوا بالاطفال وكل لها بيختاروا وبعاكد بالكوترات طبعا بنوزعوا طبعا المدربين بوزع المدربين وكل واحد هينزل يشتغل فين ويلي هو هيشتغله النهاردة ونزام ايه والكلام اللي هيتكلموا مع الاطفال هم بالنسبة لك انا كابت المسيما نيج مسؤول الفتنس فى المبادرة انا يعني لردت الفتنس طبعا رياضة شعبية شوية كل الناس بتحبها وكل الناس بتعشقها يعني فعلا الرياضة للجسم كله. انا قبل المبادرة بيوم بنجهزه التمرينيات اللي انا عاملها لهم. بشيك على الادوات بتاعته طبعا. اذا كان نطل حبل للضنابل. الحاجات اللي احنا عاملينها بابسط الامكانيات عشان اعرفها. يعني اخلي الطفل لما يروح البيت ان هو يعمل الحاجات دي. مثلا احنا عاملنا ضنابل من الرمل. ازاز مية عادية وحطين فاهم. دمب العبارة عن كيلو. من رمل؟ من الرمل. ازاي مية ازازة مية ونحطه فاهم. يعني حاجة بابسط الامكانيات جدا. اللي هو الملاكمة. عاملينه بابسط الامكانيات لو حد مسلا حابب الرياضة ديت. يعرف يعملها في البيت. ومن الفيديوهات بتي افكار حلوة قوي. يعني احنا بنحاول ان احنا ببسط للناس. الحاجة اللي يعملوهم. دمبنز دي يعني فكرة رائعة. فكرة كابتل احمد بك بصراحة. بصراحة. لان يعني. يعني الدمبنز ممكن تبقى غالية شوية. انا مش محتاج دمبنز عشان اشيل. احنا بنحاول اول ممكن احط افكار مية. يعني مثلا ممكن كنزات نعملوها بقى زي از مية. مية مثلا. حسب بقى التون ان انا عامل. بالزبط على حسب زي اعمل انت عايز. او كنزات بعمل بيها مثلا تمرين. ما عنديش ادوات عايزة تمرن في البيت. ما عنديش امكانات ان انا مثلا اجيب كنزات او. فممكن زي افكار مية. بعمليها مية وبعمل بيها حط واحدة اتنين تلاتة بعمل علازج زياج. ازا اشتغل? شو. حاجات بسيطة بنحاولو اللي احنا نوفروها ونحاولو نسألوها على الاطفال. لا انت ايه كل طفل برضو يعني الامكانات المادية مش موجودة عنده فده بتبقى بنسبلو حاجة سهل. فاحنا الدروة اللي بالراملة ديات مسلا انا بخلص معايا بابعت له فيديوهات ازاي يعمل تمرينات للجسم كله. مش مسلا العضلة معاينة. يعني انا بشرح له في المبادرة في التيم مسلا عندي الاطفال اللي بتبقى موجودين معايا اغراوها حدادهم من خمسين ستين طفل تقريبا. ازاي ما قلت حركة رياضة شعبية الجميع بيحبها. ما باعلمهم ازاي بشرح لهم طبعا في الاول. بعد كده بطبقها عملي عليا. بعد كده بخلي الاطفال اللي يعملها. وطبعا برجع على كل طفل لو عنده حاجة مسلا غلط بتاع ازاي صحة حالو. وبقوله ان اولا بيراوح ببعط له فيديوهات بتا بقعته. انا يعني ببعط له فيديوهات ازاي تمرهم في البيت بقى ابسطة الامكانيات. لو زي ما قلت مسلا ابسط حاجة الدنابل من الرمل. حاجة تقريبا مفيش حد ما قدرش معا منهاش. يعني الرمل وشبك ترونها من الشارع والززة موايا فاضية يقفل الغطى دم بالكيلو. ده كده كيلو. ده كده كيلو. ده كده كيلو. لا الازازة الصغيرة. الازازة الصغيرة. الزغيرة. اما الكبيرة. الكبيرة. الكبيرة يتراح من اتنين ونص. بس اتبقى اتنين كيلو. اه اتنين ونص. اتبقى اتنين ونص كمان. اتبقى اللي عايز يشيل اتقل. في حاجات اسهل. بس للاطفال ده مناسب جدا. اه داوا من الاطفال ده مناسب جدا. في كمان طرق جديدة انا احنا شفناها وبنحاولوا نطبقوها. لو مسلا حد من الكبار برضو الامكانات المادية مش موجودة عنده وعايز يتمرم مسلا في البيت عنده. اسمنت حاجات رخيصة جدا. وفي الجردل بيحطه بيحطه على السطح. وحطة حديدة. بس عمل بور. احنا بنعملوا بالكلام ده وننزلوا يعني. نحاول نجيب اوسط العدوات بقى لتكلفة. بالضبط. يعني بدلا لما انتنا ستجيب حاجة عاملة. يعني الواحد مش محتاج الجيم والحاجات كلها والادوات دي فيه حاجات كتير ممكن نتصرف فيها. تمام. طيب يعني انا عايزة بس قبل منهي اللقاء ااكد ان احنا نفسينا الشعب كله يبقى ثقافته الرياضة. يبقى الرياضة. يبقى الرياضة. مفيدة جدا للصحة. وعايزين نقول انه اي حد ممكن يلعب رياضة. اه في اي سن. في اي سن. وبابسط التكاليف كمان. بابسط التكاليف. مش محتاج ده مبديات ولا ما. لكن مهم جدا طبعا ان احنا يبقى فيه مدرب مختص او ولو احنا عندنا مشاكل صحية نسأل الدكتور اه ازاي ايه انواع الرياضة اللي احنا نقدر نلعبها المارسة لانه برضو فيه انواع الرياضة لكل الامراض يعني انا متهيالي. نعايزين نوسع المبادرة بحس يعني ما تبقىش في سكند لتوسعنا ان شاء الله. ونحاوله كمان من يعني من المحاور بتاعتنا ان احنا مش بنصدفة اطفال بس يعني احنا بنفكر في زهيما. ذوي للت astrolog بي لجامعاية فاحنا بنكل الكلام ده ده مراحل ان شاء الله بس احنا بنحاولهadinها تتكون معها انا. اسم المبادرة على السوشال ميديا ايه. محو ام وايت رياضة اس ل ا اي. عال فيسبوك يعني عالفيسبوك اي. محو ام وايت رياضة اختصرها اس ل اي. محو ام ام وايت الرياضة. محو ام وايت الرياضة. محو ام ام أستاذ روحيك بس عايزة أوجه شكر خاص لهتم التنظيم لأنه فعلاً فعلاً يعني بيحمل معنا دور عظيم موتيم السوشيال برضو ميديا بجد الناس تعبانا معنا والله إحنا بجد كلنا يعني كلنا بجد والله إحنا بنتعبوا كلنا بنتعبوا فهو إحنا جيداً النهاردة بس إحنا المشكور والله إحنا نسر طبعاً من ننساش المدرية طبعاً هي اللي دعمانا وهي اللي متوفر لنا مركز الشباب طبعاً دكتورة صبايشيون أنا بشكركم جداً شرفتوني ونورتوني نمازج مشرقة مشرفة من الشباب المصري دايماً بنستضيفها من خلال برنامج شباب على الهواء بشكركم وإلى لقاء غداً إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج شباب على الهواء